يلقي الآن معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدَّة حفظكم الله صاحب السمو الملكي الأمير سلماء بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى الناب الأول رئيس مجلس الوزراء رعاكم الله أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الجلالة يشرفنا أن نرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الشكر والتغدير وعظيم الإمتنان والعرفان على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الإعقاد السنو العادي الثالث من الفصل التشريع الرابع للمساهمة في وضع لبلة جديدة بالصرح الديمقراطي الشامخ الذي شيتتموه وقدتم مسيرته عبر الدستور ميثاق العمل الوطني المعبر عن الإرادة الشعبية الحرة ولنعيش أياماً يسطرها التاريخ بأحرف من نور بفضل من الله تعالى وبرؤية ثاقبة وسديدة من جلالتكم جعلت من وطننا الغالي مثالاً يحتذابه في المشاركة الشعبية الواسعة لصنع القرار ورسم المستقبل لأبنائنا فأنتم يا صاحب الجلالة مؤسس المشروع الإصلاحي والحامي الأمين للدين والوطن وراعي الميثاق والدستور والقائد الحكيم الذي يمضي بالمسيرة الوطنية بكل تطور وإقدام ليصل بنا إلى بر الأمان وشاطئ المستقبل الزاهر لمملكة البحرين والأجيال القادمة صاحب الجلالة إن توجيهاتكم السامية والتعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى أنها بالأول رئيس مجلس الوزراء كانت ولا تزال من أهم داعام النجاح والإنجاز والعطاء وخالص الشكر والتغدير للحكومة الموقرة ولزملاء أعضاء المجلس الوطني على جهودهم المخلصة وإننا ندرك جلياً حجم التطورات السياسية والتحديات الاقتصادية الاستثنائية في المنطقة ونتفهم تماماً تداعيات ذلك وحتمية اتخاذ إجراءات لازمة في عادة هيكلية الاقتصاد الوطني للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات المواطنين وعبر تقليل المصروفات وزيادة وتنويع الإرادات وأن نواجه كل التحديات لتحقيق تطلعات المواطنين كما وصفها سمو ولي العهد بأنها شرف والتزام لنا جميعاً وأود أن أصارح الجميع القول بكل أمانة وصدق وأنا أقف اليوم أمام جلالتكم إن مواجهة تلك التحديات مسؤولية مجتمعية مشتركة وما يؤسف له إن البعض لا يزال يتردد في بيان ويعلان موقف اهتجاه الوطن أمام ما يواجه متطورات والوقوف على الحياد لم يعد بقبولاً أزاء حالات التجاوز المتكررة من قبل بعض الأشخاص والجماعات ومع من يشكك بالسلطة القضائية ذات الاستقلالية والنزاهة والعدالة وما حققته من تقدم دولي في المنظوبة العدلية وما تزخر به من غامات شامقة وشخصيات جليلة لها كل التقدير والاحترام والمكان المصانع ومع من يتعمد الإساءة إلى رموز الدولة ومؤساتها الدستورية ولقد آن الأوان للتعامل مع من لا يرد جزاء الإحسان بالوفاء وجميل العطاء ومع من لا يقوم بواجب المسؤولية الاجتماعية ولا يؤدي حق الأمان الوطنية وشرف الانتماء رغم ما ينعم به من خيرات وثروات الوطن فالولاء الصادق أفعال تلمس وتعاش على أرض الواقع وليس مجرد أقوال ومؤكدين الدعم البرلماني التام لكافة الإجراءات القانونية التي تحمل بلاد وتصحيح مسار العمل السياسي كي تعمل كل الجمعيات والتنظيمات من أجل مملكة البحرين والأجندة الوطنية فقط وأن كل من كانت له علاقة بمحاولة تقيير النظام خدمة لأجندة خارجية يجب أن لا يكون له مكان في العمل السياسي الوطني بأي صورة كانت بعد أن كشف القطاء وبانت الصورة واضحة للجميع وضوح الشمس وأدعو أخواني المواطنين والمواطنات التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي ومبادئ التآخي والتعايش الذي بنيت عليه مملكة البحرين منذ مئات السنين وما تفخره به من تسامح واحترام بين الأديان والذي توجهه للعلان عن تخصيص مقعد الامتهان الأكاديمي في مجال التعايش السلمي ليحمل اسم صاحب الجلالة ملك البلاد المفدّة في أحد أعرق الجامعات في إيطاليا وهذا يُعد تغديراً دولياً لجهود جلالتكم في تعزيز قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي صاحب الجلالة إن الإنجازات المضيئة والجهود المضنية التي بادرت بها الحكومة المؤقرة في كافة القطاعات وخاصةً في القطاع الإسكاني تنفيذاً لتوجيهات جلالتكم السامية وما نتج عن الملتقى الحكومي الرائد من وضعاً لأهداف وتوجيهات لتفعيل عدد من الأدوات الحكومية لتطوير الخدمات تحقيقاً للرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين التي وضعت المواطن في محور التنمية وأهدفها الأسمى هي محل تغدير وطني عام مشيدين بالجهود المخلصة لأبناء الوطن في جميع الميادين وللدور المتميز للرجال الأعلام والصحافة الوطنية وما حققه الشباب البحريني من إنجازات الرياضية مشرفة وما نشهده من تقدم بارس في مجال تمكين المرأة البحرينية عبر برامج المجلس الأعلى للمرأة التي جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة بسواعد أبنائها فالروح البحرينية الأصيلة يحب التحدي وتعشق الإنجاز ونود أن نسجل هنا عميق اعتزازنا وفخرنا بقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأمن الوطني على تضحياتهم وجهودهم فالشكر والتغدير للرجال البواسل والرحمة والمقفرة للشهداء الأبرار ممن ساهموا في حماية الوطن ومقدراته والمشاركة في الدفاع والذود عن دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية كما ونؤكد بأننا قادرون على حماية وطننا من التدخلات الخارجية والأعمال الارهابية ومدركين تماما أنه مهما حققت مملكة البحرين من إنجازات حقوقية فستبقى تحت مجهر النقد غير الموضوعي من المنظمات الحقوقية المسيسة ومؤكدين رفضنا لأي قانون أجنبي ينتهك سيادات الدول ويتجاهل القواعد الأساسية والدولية ويفتقر إلى الأسس القانونية لأن تداعياته سترتد على من يتبناها ويدعو للعمل به صاحب الجلالة إن أمننا القومي الخليجي والعربي وبقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة هو حصلنا الحصين وسدنا المنيع في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهنا جميعا مما يستوجب بنا المزيد من التكامل وصولا للاتحاد الخليجي الذي قدى ضرورة استراتيجية لا غنى عنها وإنما تشده المنطقة من تطورات واحدات خاصة في سوريا استلزم الموقف العربي الواحد لحماية الشعب السوري وضمان أمنه واستغراره ومؤكدين بأن القضية الفلسطينية ستظل دائما من ثوابت العمل البحريني وندعم كافة المبادرات العربية وصولا للحل العادل الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعظمتها القدس الشريف صاحب الجلالة إن الحكم الرشيد والرئي السديد والدفاع عن وحدة الوطن وأمنه والحرص على تماسك شعبه هو النهج الثابت والراسه وهو الحقيقة السياسية والتاريخية التي سار عليها أباكم وأجدادكم العظام من حكام آل خليفة الكرام وما ساهم به معهم الرجال الأواء المخلصون في مملكة البحرين وأود أن أستحضر هنا وأستذكر بكل الوفاء والإجلال كشهادة حق ونبراس فخر وكي يعرف أبناؤنا وأحفادنا كيف كانت مملكة البحرين ولتزال متمسكة من وحدتها الوطنية وخصوصيتها الفريدة من خلال ما قام به صاحب العظمة جدكم المقفور له بإذنه تعالى سمو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة من أعمال ومشاريع في صون الحريات الدينية واحترام الخصوصية المذهبية وتطوير مؤسسات الغضاء وإدارات الأوقاف وهو ما تمسك به من بعده والدكم الأمير الراحل سمو الشيخ إيسى بن سلمان آل خليفة رحموه الله وما أبادرتم به جلالتكم في إصدار العديد من التشريعات العصرية والتدابير والإجراءات القانونية في رعاية وصون حرية المعتقدات والممارسة وبناء دور العبادة وتطوير عمل مؤسسات دولة الغانون في مجتمع يزخر بتنوع الثقافي وتجانسه الحضاري وانتمائه العربي والإسلامي ونعاهد جلالتكم على مواصلة مسيرة الآن والتنمية وأن يبقى مشروعكم الأصلاحي محفوراً وخالداً في قلوبنا وقلوب أحفادنا عملاً وقولاً ولتبقى مملكة البحرين دائماً وأبداً أملاً وإنجازاً وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً شكراً